ارتد أحدى المستشفيات الفرنسية لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة على مستوى الظهر لكن خطأاً طبياً أحدث له مضاعفات خطيرة على مستوى المعي الغليظ والجهاز البولي فأصبح لا يقوى على غضاء حاجته البيولوجية دون وسائل طبية هكذا يروي والد الضحية وائل ذو الإحدى عشر ربيعاً معاناته منذ قرابة العشر سنوات يؤكد الوالد أيضاً مرتكب في حق ابنه من إجحاف من قبل السفارة الفرنسية التي رفضت منحه التأشيرة ورغم المراسلات المتكررة للسلطات الوصية لكن لا أحد من المسؤولين تحرك هكذا يقضي وائل حياته بعد خطأ طبي أقعده كرسي متحرك منذ قرابة العشر سنوات فأضحى لا يقوى على الدراسة ولا يتمكن من اللعب مع أقرانه وإيلون اليوم يترقب بشغف التفاتة جادة من السلطات الوصية علها تتحرك يوماً لإنقاذه